ولنقاش ملفي دعوة قادة الميليشيات في العراق لاستنساخ تجربة الحرس الثوري تزمناً مع فرض واشنطن عقوبات على هذه الميليشيات الموالية لإيران ينضم إلينا عبر سكايب من بغداد أستاذ العلوم السياسية دكتور قحطان الخفاجي أهلاً بكم دكتور قحطان أهلاً بك أختي العزيزة وبالقناة والمشاهدين الكرام دكتور كيف يمكن قراءة هذه الدعوة لاستنساخ نموذج الحرس الثوري الإيراني في العراق ما أخذنا الظروف الخاصة بهكذا التصريح بدءاً من مكان التصريح وطبيعة اللقاء بإدارة إيرانية جديدة تنتهج الخط العام المقارب إلى أولاة الفقه وتنتمي إليه بكل الأشكال وذا ما أعرفنا التصاعد الغربي الأمريكي في التصارع التنافسي مع إيران وذا ما أدركنا أيضاً أن ثمانية ثمانية اليوم المعروف في تاريخ العراق وإيران أيضاً تزامنا مع هذه الحالة كلها تجعلنا كعراقين نأسف أسفاً كبيراً لأن تطرح هكذا أمور وما هي إلا دالة على أن فعلاً هو عملية إعطاء العراق أمنياً وحاضراً ومستقبلاً إلى إدارة عسكرية إيرانية عقائدية ولائية تذهب العراق إلى أن يكون جزءاً صريحاً وواضحاً إلى إيران وليس شكلياً تحدث فالح الفيض في دعوته على حرصه على أن تتوافق هذه التجربة مع الخصائص والقوانين في العراق إلى أي مدى تنطبق أو تنتمي هذه التجربة إلى البيئة العراقية نتحدث دولة وأفراد ومؤسسات أيضاً ولو كان الفيض يعرف الأمور العسكرية العراقية جيداً والأمور الأمنية جيداً لكان قد اتخذ من الجيش العراقي نموذجاً رائعاً في المنطقة والعالم كونه نموذج للجيش المهني الفعال الذي أكدت التاريخ قدراته ولو كان إله علاقة بالأمن حقاً لأخذ التجربة الأمنية العراقية السابقة التي كانت جهزة الأمنية العراقية والمخابرات العراقية واحدة من المخابرات العالمية المميزة التي استطاعت أن تحمل عراق ولكن للأسف الشديد هكذا تصريح يدلل على أنه هي انتماء أكثر من تصريح مسؤول أمني ما جدوى الانزلاق لمثل هذه الدعوة باستنساخ تجربة الحرس الثوري الإيراني وهو متهم دولياً بالإرهاب الأخطاء أو الجرائم التي قام بها هذا التنظيم اتجاه العراق شخصياً ثم أن هكذا تصريح مع هكذا تصعيد دولي يؤكد على أن العراق جزء من الترتيب الإيرانية وبالتالي قد تذهب المجتمع الدولي إلى أصدار قارات أممية وقارات قضائية ضد الجانب العراقي واحد اثنين أن أعطاء التجربة بعدها الذي ذكره كما جاء في تقييركم يؤكد على أن هي ليست عملية استفادة من تجربة مجاورة بقدر ما هي عملية تصهير العراق بصيغة تتوأم مع طلعات الحرس الثوري إذن هكذا دعوة هي غير منطقية بالمرة ولسه وطنية ولم تكن مؤهلة أن تطلق لا الآن ولا مستقبلاً ما الحاجة لاستقدام نموذج من الخارج أمنياً أو عسكرياً وخاصة من إيران التي تتهم بالإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة ككل هذه أولاً نهاية تتهم بهذا الاتهام ثانياً كتجربة عملية لم يكن الجانب إيراني متمكن حقيقة على سوح القتال ولعل تجربة عراقية أكدت ذلك ثم أن كل الذي يحصل الآن من تحركات عسكرية هي شكلية من قبل الجاب الإيراني وحتى الجاب الإيراني عندما رد على استهداف أمريكان إلى قاسم سليماني وإلى مهندس كان رداً مهلهلاً بل أسقل الطائرات الأخرى مدنية في داخل طهران وبعض الصوريخ صغلت على مدارس في طهران إذن القدرات الإيرانية هي أساساً غير مؤهلة ولكن المشكلة الكبرى أن الطرح ليس بقدر ما هو عملية استنباط تجربة معينة رأى فيها نجاحاً معيناً ولكن هي عملية ولاء والآن الظرف على ما يبدو هو ما عاد الولائيين مجال أن يخفوا ولائهم لذلك ذهبوا بهذا الاتجاه لكي يستنسخوا التجربة في العراق ليكون العراق بالتالي جزء من إيران والحاس الثوري هو الذي سيوجه البوصلة في العراق والتوجيه العام للعراق ثم سيضع عراق في مأزق أمام المجتمع الدولي إلى أي مدى تعد محاولة الولائيين مثل الفياض لإلحاق العراق بإيران عبر الحرس الثوري الإيراني تمهيداً لمرحلة لاحقة من تصادم العسكري الأمريكي الإيراني في العراق لا يتدخلون جهداً إلا وأن يسخروه لجانب إيران فالمرحلة السابقة أكدت إلى أن جل المعامل العراقية قد سرقت ونهبت وذهب بها إلى إيران الطائرات العراقية التي أودعت أثناء الحرب العراقية الأمريكية تم استيلاء عليها أموال عراقية هربت نفوط عراقية هربت الفك العراقية نهبت من قبل جانب الإيراني وكل الولائيين وحتى الغيرولائيين يدعون أنهم وطنيون لم يحركوا ساكن إذن العملية السياسية برمتها في العراق على ما يبدو الآن هي ولائية سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة وبالتالي هم ذاهبون بأن يكون العراق برمته بعمقه الأمني بعمقه المالي بعمق قدراته اقتصادية جزء من الإرادة الإيرانية في صراعها القادم وأعتقد أن هذا المسلك هو الخاطئ المهلك لعراق الذي طالما نبهنا عنه وحضرنا منه كيف تقرأ العقوبات الأمريكية على الميليشيات الموالية لإيران لسيما في العراق ولبنان وهل هناك بوادر تحرك أمريكي نحو حرب شاملة؟ الخطوات التي تدار التي اتخذت على مستوى المجلس الأمين على مستوى بريطانيا على مستوى فرنسا على مستوى تعد أوروبي أمريكا كلها تشير إلى أن هناك اهتمام الدولي أو هناك اتفاق دولي على أن لا بد أن يكون شيئا آخر بغير الذي حدث سابقا تجاه الميليشيات التابعة لإيران في العراق وأعتقد أن الجارب الأمريكي يهيئ لهذا الظرف ولكن الآن يستخدم الجانب الاقتصادي والجانب العقوبات والجانب السياسي سبيلا ولكن لا أستبعد بالمرة أن تكون عملية عسكرية والآن سمعنا قبل كليل المسؤول الأول للوزارة الخارجية الأمريكية يقول لن تفلت إيران من العقوبة عن استدافها إلى باخرة في خليج العمان إذن التصعيد كله يشير إلى أن هناك مواجهة ومصادمة موجودة قادمة ولعل الذي ذهب إليه فياض هو إرادة إيرانية لكي تذهب بهذا الاتجاه حتى تجعل من العراق ليس فقط صاحة بل أن الجهات المعنية العسكرية ميليشيوية وغيرها في العراق هي جزء أساسي من المعركة القادمة بين أمريكا وإيران شكرا جزيلا لكم أستاذ العلوم السياسية دكتور قحتان الخفاجي حدثنا عبر سكايب من بغداد شكرا حياكم الله شكرا شكرا